مرض القرانية المخروطية من أكثر الأمراض اللي موجودة وبتأثر على الشباب وعن النظر فيهم مش في عين واحدة في العنتين وده ممكن يأثر حتى على وظيفته فكان لعهد قريب كنا بس بنستعمل عدسات لصقة مصنوعة من إزاز أو كانت مصنوعة من إزازه دلوقتي من بلاستيك ناشف قوي وجود تقنية جديدة اسمها بيكسل أيوة بيكسل يعني إيه؟ عبارة عن تثبيت ضوي موجه على راس المخروط ده مش مستو بقى أنه هو بيثبت النظر بس وإنما بيحسن النظر يناسب مرض القرانية الأولية والمتوسطة متوفرة دلوقتي في المملكة العربية السعودية ومهمة جدا جدا حتى لا نسمح للمرض في أنه هو يأكل من نظرنا على المدى الطويل دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر